من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمسع مالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا بمناسبة الذكرى المزدوجة لليوم الوطني المجاهد الموافق ليعيشين أوت 1955-1956 أشرف والي ولاية الوادي سيد عبدالقاد الراجع رفت السلطات الأمنية والمدنية والمجتمع المدني بوضع كريم النظور وقرارة الفاتح على أرواح الشهداء بمقبرة تغزوت لأن هذا الحدث لم يكن لأهل زمانه فقط بل كان هذا الحدث خالدا تالدا ثابتا في نفوس الجزائريين المخلصين لهذا الوطن وليظل هذا الحدث أيها السادة وغيره من الأحداث من الأحداث التاريخية ماثلا بقيمه في نفوس المخلصين من الجزائريين كما تم تسمية حي الشرطة بذات بلدية باسم المجاهد سلطان الطهر كما قام وليولاية بتسمية العيادة متعددة الخدمات ببلدية اقمار باسم المجاهد دروني رمضان كما قام السيد الوالي بهذه المناسبة أيضا بتكريم التلميذ المتفوقين في الامتحانات المدرسية للأطوار الثلاثة لعام 2021 أطوار الثلاثة أطوار الثلاثة عرض خاصة 72 ثانوية هوالي قمت بيانا حاسي خليفة لآل الصالح يا عمير ثانوية ربي أشير حاسي خليفة عدمنا علوم تجهيبه وعرض 11 ثانوية 57 يعرض بصري كل التوفيق والنجاح إن شاء الله لآل الصالح يا عمير ثانوية لآل الصالح يا عمير ثانوية وعرض 16 محمد أخضر وطواسطة العرض جيبال بيبه 13 فرص سن 7 عوصر السلام عليكم السيد الرئيسي الشعب الولايس السادة عطاء اللجنة الأمنية السادة عطاء البرلمان بمروفتي ممثلوا بمصرات ثورية السادة إطارات المنتخبية الولاية إطارات التربية بمصرات الإعلام أبناء الدلاميين المكرمين وأولياء الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يطيب لي أن أكون معكم اليوم ونحن نحتفل بمناسبة بمناسبة غالية على الشعب الجزائري ألا وهي ذكرى بشرين قوت الخالدة وما تمثل من رمزية لثورة المظفرة ومن قوة سمرارية كيف لا وهي التي ارتكزت أواعد المجاهدين وظهرت للمستعمر مدات الأعمال الجزائريين لأن أهجمات السشماس القرصنطيني مدات عشرين كود 1955 جاءت لفك الحصار الذي ضرب على أولاث الأسشم وكانت منحمة مكخالدة